هذا اليسار يوسع والتدسزو من جديد مع دخول لعبي بدوار دفاعي وبدوار هجوة وايضا يوتون كقوة خجمة جيدين بيرو فنين لكن هو يعمل على الجانب الجماعي شكرا لمحللي بين ورازين مصدف هذه البطولة تقال أن جميل محمد سعدون الكوام دكتور طارق الجلاح شرطا استحية في هذا اليوم الذي سوف نتعرف بعد أن وصلت البرازيل في بيرو إذن وجها لوجه لمعرف ملعبي ساعة التاسعة من مساء الأربع في مباراة طبعا الدور نصف نهاي في الوقت الإضافي الأول الفرصة جول ممكن جول الله الله كان اللعبي منتخب بيه بهذا الشكل الجاك وكان حتى في بطولة كاس العالم يخب جيري بيه الهدف الأول منتخب بيه بكرة وصلت بهذا الشكل التقدم هو الآن اللي يستلم الكرة ويتقدم سيلي اللقفة هنا على آريا والأرجنتين بينما هنا لا لمصلحة الأحمر والأبيام لأمان برازيل وبالتالي التشكيلة ولكن الشيليين خطرين يمكن الجول الأول التسديد مباراة سريعة هجومية واتت المحاولات الأولى وان يلعب معه انت في بعض من أين القائد واحد وثلاثين سنة بسجيبا فتنة للاعبين الآخرين يعني في دال لكن وان 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 مئة وحدة عشاء لحظة مامك لحظة مامك لحظة مامك لحظة مامك لكن القرى المتطوعة هو منتخب بيرو في صراحة منتخب بيكا 16-17 في لعبية المنتخب الشيلي لحظة مئوية في الجماهير الحاضرة الشيلي اللقاء هنا على جرير عدد المباريات الدولية وعدد الأهدام بينما حارف مربع منتخب بيرو يلعب بأطر من الثانية كاد منتخب بيرو يتقدم والتسديد بعيدا لعب المتقدم في لور التخب البيرو في اعتنى اخرى الرأسية حاضرة جول بول بيرو لمصلحة بيرو وذكر في قاية الخطورة تحولت أمام مرمى شام بيرو تشيلي المنتخب تشيلي اللعبة ضربة الحرة المباشرة عالية يبعد بيرو لازالت خطيرة لكن والله لازال منتخب بيرو عند الفرحة الآن عن التسديد من الخراء مو في 25 دقيقة يعني من فوق وسريع المتابعة حاضرة والرأسية للاعب منتخب بيرو لكن حلوة اللاعب الأهم جدا مكليدة أفوان جدا من اللاعبين هاجم فيهم المتابعة ووصلت الآن الكرات المتبادلة ولكن بعد ذلك التغطية قوي للغاية 35 سنة سيطر عليها ينقلها الكرة المتابعة في فرصة اليوم ربما للعب الهدف الثاني في هذه المبرارة لمصلحتي والثلاثين مستغادة الأخطاء من المتابعة المسجلة يوشي ماريوتن بيرو كانت ولازم ما بين حيوية الشباب ومتاليين وبالتالي نهاية عند اذن بصراحة الألزيل لديه فرصة كبيرة وابعا هم مرهقين تقدر شرط الأول فماذا عن الشرط الثاني لتسعين مئة مباراة دولية لكن أرياس فين الرقصة وين فعل المباراة لم تنتهي بعد الكبار أولا على الهدفين بيرو تتلقى قبل أن ينتهي شرط الأماريبان ماريبان تقدم لكن الكرة اللعبة أقرب لعبة أكيد أن منتخب الشيلي يتقدم مرة أخرى يتقدم في هذه اللقبة بيرو أدين كولا الثاني وما خرج عارس المرمى أرياس ستقلص الفارق سبع مرات منتخب الشيلي الكولومبي اللي هو لذلك الآن منتخب بيرو الفريق الشرط الأول منتخب الشيلي شكرا لمحللي بيانس الله صباحكم بكل خير وفاجأت أول المسؤوليين لاتحاد كرة القدم فيما يتعلق باللاعبين أول وسجل في مرمى هدفين للمباراة لم تنت وشيلي قد تسجل وصلت القرى إلى الأمام بشيلي قد يأتي هدف تقليص الفارق براء أليكسون سانس المدربين يعتمد على الوضع الحاصل في الشوط الأول الوضعية في العالم أجمع مع بداية الشوط الثاني لحجة مهاجم وأشرك لاعب تظل 2 صفر يمكن الكل 2 و هذا المرمى يمكن منتخب تيلي ويخطف حولت في الجهات اليسرى لا زالت خطير بوسجور يحول الكرة تبقى محاولة تيلي اللعبات يعني ثوالث يتأهلون 5 صفر من البرازيل نهاية يمكن يفاجح التالف يتقدم الآن من كاريليو التالف حتى اللعبات علي خطيرة قوي متماسك ردة الفعل دوري المجموعات الآن أمريكا الجنوبية شوف متى التسعة وو وصلت متتالية ما بين منشستر سيتي ما بين بولونين وما إلى ذلك التسجيدة حاضرة لنقطة السجل لمنتخب فيرو اللي يتطير خطيرة إذا حولها بالفعل ممكن جول مع الله براح حلوة حلوة لغاية الآن لمنتخب فيرو لكيبة ممكن كويبة شوت الأول كويبة يسد سانتوس يوم ما جاءت المرتدة تشيليين يخير كلها لتشيلي خروج خروج بهذا الشكل وشيلي تبحث عنه لكن التسجيدة منها ولاحظ التسجيدات يتصاعد من مباراة إلى دولية مع الضربة الحرة المباشرة منتخب فيرو يتخلص سرع إلى ضربة مربا لاحظ يشيلي آرياس سمدل دقائق مرة أخرى والضربة الركنية اللعبة من فيدال وفيرو أليكسس سانشيز سانشيز مع مانشستر يونيتد إنترد بيرو يعود إلى الهجوم إذا عطاهني عطاهني لكن الرئيسية هنا شبان شابات رجال لكن فيه فيه وقت فيه وقت الحقيقة هذا لعبت فنجول طاقة الصفراء يكونون أكبار يقتل المباراة لمسرحة منتخ خطيرة مرتدة في هفة في هفة في غول في غول لا 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 حكم المباراة أعطى الفرصة على الفرصة قبل قليل الله إلى المباراة النهائية هم منتخب فيرو مرشح الغول الأول الشيلي لم تقسر لغاية الآن الرئيسية شن اليوم يوم جاليز أورجواي مرشحة لكن الشيلي مرشحة در منتخب تشيلي يوجد الوحسية في دال في دال يحول في الجهة اليوم القرونة زارت خطيرة ويشيلها الأرض يشيلها وخط دفاع قوي حارس المرمى على التعلق في حق تشيلي والقول يساع شوف والتسجيل مات لكن لاحظ الفرخ الكبير عند أنصار المشجعين الآن مثلا هذه بالكعب وبهدو هذا الشكل الكرة لسط الفارق الآن الآن مباحث الفارق الحين قلص لكن اللاعبين ما يكونون معهم أنت تحتاجهم في الوقت يعني شيء يدون للخروج في ملعب أرينا دو جروميو في فيرو في ليما رقب الآن للأخيرة التبديل الآن أمامك أه قادر واللعب القادر في مباراة اليوم مجهو الأصحاب الخبرة والأنديات الكبيرة البان الأصغار اللي يتعلقون أمامك برماعهم الشوط الأول في البداية أعتقد عالجوه أن منتخب فيرو يكون طرف في الطرف لكن لغاية الآن هو الوقت بدل الضائع اللاعبين اللاعبين القبار كف 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 جور 의 صعد خلاص انتهت موقع ينفرد ويسجل الجور بفيرو إلى المباراة النهائية أدخل الآن مع اللاعبين الآن 2019 بضلالها عالوا يعبي منتخب سانشز القائد الفريق لأن عندك قودة إلى البار حكم إنه نعم يحتسر ضربة جزائر فارغاس الله وفارغاس يا اخي الجماهير بهذا الشكل عاد تلعب